اشتركوا في القناة قبل ان ابدأ فيديو اليوم اتعاموا القناة باشتراك لمن هو غير مشترك طبعا المهم لاخبار اليوم قبل الانتلاق ايضا في اخبار المحترفين لا ضاير من ان اطلعكم على ردة فعل مدرب غينيا كابا ديوارا حول قرعة تصفية كأس العالم والتي اوقعتهم مع الجزائر ديوارا قال بوضوح ان الجزائر منتخب قوي وهو المرشع الاول للمرور عن هذه المجموعة لكنه في مقابل ذلك قال انهم سيعملون على التفاوض جيدا ولما لا يقتنصون بطاقة التأهل للمونديال غينيا كما يعلم الجميع لن تستقبل اللقاءات على ارضها مدر منتخب غينيا انتقد بشدة السلطة الرياضية الغينية وقال انهم مطالبون بالتحرك من اجل تأهيل ملعب العاصمة ديوارا قال عن استقبال الخصوم خاصة المنتخب الجزائري في ارضهم وامام الالاف من جماهرهم سيزيد من حضوضهم كثيرا في التأهل منتخب غينيا يملك تشكيلة ممتازة ولعبين رائعين ينشطون في كثير من الدورية الاوروبية وفي حال لعب اللقاءات المقبلة على عرضهم فانهم سيكونون المنافسة الاول وايضا الوحيد لكن برغم ذلك الجزائر تبدو مرشح فوق العادة ومن الصعب جدا عدم المرور للمونديال عن هذه المجموعة المتابعون الجيدون للقناة يتذكرون بكل تأكيد تقرير صحيفة لغازيتا ديلوسبور عن عوار بعد اول يوم له في تدريبات روما وكيف ابهر الجميع وكيف اثبت نفسه صحيفة الكورياري ديلوسبور وهي ثاني اكبر صحيفة في ايطاليا انتظرت لغاية اليوم الخامس من التدريبات وآطت رأيها في تدريبات روما وما يقدمه عوار والنتيجة كانت مشابهة صحيفة الكورياري ديلوسبور وفي تقرير مفصل لها اليوم عن تدريبات روما قالت ان الكل مذهولون من مستوى عوار وعلى رأسهم سبيشال وان جوزي مورينيو مورينيو بحسب نفس المصادر لم يتمكن من اخفاء انبهاره بعوار وبطريقة لعبه وبطريقة تحكمه في الكرة وخاصة وخاصة بطريقته القيادية يعني هو القائد الحقيقي للعب ليس مورينيو فقط صحيفة الكورياري ديلوسبور قالت ان كل اللاعبين منباهرين بالوافد الجديد ومن بينهم نيمانيا ماتيتش الذي لم يتمكن من اخفاء اعجابه واعلم عوار مباشرة انه لاعب مذهل على العموم ما تقوله الصحفة الايطالية سواء لغاستاو الكورياري يبقى معلق لغاية بداية الدوري ووقتها سنرى ان كان عوار مبهر وهل سيشارك ام لا ذكرت مصادر فرنسية اليوم الجمعة ان ادارة نادي تولوز الفرنسي ما زالت تسعى في اثر الدولي الجزائري ولاعب نادي لوغانو سويسري محمد الامين عمورة اهتمام تولوز ليس جديد وسبق واشرت اليه قبل ايام لكن لغاية الان لا يوجد اي تقدم اصرار ادارة تولوز على ضم عمورة يبدو امرا مبشرا وربما نرى حقا في الليج ام تأخر نادي تولوز في التعاقد مع عمورة او اي لاعب اخر في مركز الجناهي لجومي اهائد ربما لتأخر رحيل لعبيه زكريا ابو خلال وايضا فارس شايبي دخول ادارة تولوز على خط التسابق لاججان حجومي نابع اساسا من الرغبة في تعويض الثناء السابق وبالتالي فان التعاقد مع عمورة قد يتأخر لغاية رحيل مواطنه فارس شايبي بات في حكم المؤكد تعاقد نادي جانوال ايطالي الصاعد هذا الموسم للدرجة الممتازة الكالتشو مع الدولة الجزائر السابق ولاعب ليبتينوام عبداللوي عبداللوي صاحب التسعة عشر سنة فقط قدم مستوى كبير مع الفريق الثاني لليتشي الموسم الماضي وهو ما اقنع ادارة جانوال بالتعاقد معه لانه لاعب للمستقبل ورغم ان موقع توتومير كاتواب اكد ان عبداللوي تعاقد مع الفريق الثاني للجانوال الا ان مصادر اخرى اكدت انه تعاقد مع الفريق الاول ووقع عقد احترافي لمدة عام زائد عام نوام عبداللوي الدولي سابق يلعب في محور الدفاع يملك بنيا مورفولوجية قوية لكنه للاسف تم التخلي عنهم في المنتخب بحجة انه لا يملك مستوى ومستوى متواضع هو ليس مثل قداري لانه مازال قادرا على اللعب مع المنتخب في اي لحظة كما يعلم الجميع قدم نادي نيس الفرنسي عرضه لضم الجزائر رايان ايت نوري وهو خبر اشرت اليه في عدد يوم امس لكن من دون الاشارة لرأي ادارة والفرهامتن الصحافة الانجليزية خاصة المقربة من الورفز اطلعتنا على الرد والمفاجأة الكبيرة بالنسبة لي على الاقل كانت رفض بيع اللاعب الصحافة الانجليزية قالت ان ادارة والفرهامتن لم تعد تملك رغبة حاليا في بيع ايت نوري رغم انه كان معروض حقا للبيع في الفترة السابقة نفس المصدر كشف ان ادارة ومدرب الورفز في طور اعادة اكتشاف اللاعبين ولذلك قررت ايقاف عمليات البيع لغاية فترة محددة من فترة التحضيرات لذلك فان العرض او العرض نادي نيس مرفوضة المصادر الفرنسية يوم امس كشفت ان اندية اخرى غير نيس تريد ايت نوري وهو ما اكدته الصحافة الانجليزية حقا لكن في المقابل تم نفي ان يكون هناك تقدم في المفاوضات المصدر الانجليزي قال انه لا توجد اي مفاوضات اصلا حاليا لان ادارة الورفز اغلقت الابواب وما يقال غير دقيقة صراحة لم اعود افهم توجه ادارة الورفز ومدرب الفريق جونيان لوبيتيغي فهل يعقل ان يبقى ايت نوري بعد كل ما حدث ويكون له دور في الفريق الموسم المقبل او ربما التقارير الانجليزية غير دقيقة واللاعب سيرحل على العموم ايت نوري في مركز او مركز عفوا على تحضيرات نديه وقد لعب يوم امس لقاء وديا جديدا لدى فرنسي وفي مركز الجناح الهجومي مرة اخرى كشف التقارير الانجليزية اليوم الجمعة ان نادي شيفيلد يونيتد الصاعد هذا الصيف للبريمير ليغ خطأ خطوات عملاقة في سبيل الحصول على الجزائر الشاب ولعب طروة ياسر العروسي الصحافة الانجليزية قالت ان مسيري شيفيلد يراقبون اللاعب منذ فطرة ويكونون قد اتفقوا تقريبا معه على كل شيء المصدر نفسه قال ان ادارة شيفيلد تكون قد اتفقت ايضا مع نادي طروة لكن ليس هناك اتفاق كامل ونهائي اللاعب في حال اكتمل الاتفاق سينتقل بنظام الاعارة لمدة موسم واحد مع احقية الشراء في نهايته وهو خيار يبقى متعلق كما يعلم الجميع بمستوى اللاعب ما سيقدمه ولو ان صحافة شيفيلد مؤمنة كثيرا بقدرات ياسر العروسي وكما اشرت سابقا يملك بعض الراغبين في ضمه الصحافة المقربة من شيفيلد اكدت الاخبار التي تكلمت عنها قبل ايام عن رغبة نادي الدرجة ثانية بريستون نورف اند في ضمه هناك اندية اخرى لكن لم يتم الاتيان على ذكرها لكن وبكل تأكيد اندية الليج اه من ضمنها بخصوص رأي اللاعب قالت المصادر نفسها انه يفضل العودة لانجلترا وبالضابط للبريمير ليج اين عاش هناك تجارب رائعة مع نادي ليبربول انتهت الصيف الماضي بعد ان عاد للليج اه شيفيلد ربما يكون وجهة ممتازة وربما يكون ايضا قطوة ستقربه من المنتخب الوطني فاللعب في البريمير ليج لا يتاح لأي كان يبدو ان الدولي الجزائري فارس شايبي سيكون مضطرا للعودة لتدريبات فريقه الفرنسي تولوز هذا ما اشار عليه موقع ليفيولي والذي قال ان عطلة الدولي الجزائري انتهت وسيكون مضطرا للعودة للتدريبات العادية لفريقه تحضيرا للنوسم المقبل فارس شايبي قاتل لأجل الرحيل وبحسب نفس المصادر ما زال يقاتل لأجل فعل ذلك مبدئيا سيستأنف التدريبات لكنه لن يحد عن هدف الرحيل عن فريقه بنسبة كبيرة سيرحل خاصة مع اقتراب بداية الموسم لانه يملك عروضا كثيرة وكبيرة ابرزها من نادي انتراكت فرانكفورت رغم ما يقال عن انسحاب هذا الاخير بسبب المطالب المالية المبالغ فيها لادارة نادي تولوز كشفت صحيفة الفرنسية المقربة جدا من نادي ليل واندية الشمال الفرنسي عموما نقلا عن الرئيس التنفيذي للنادي ليل أوليفي لوتانك ان صفقة بن طالب مكتملة في انتظار الاعلان دائما لكنها كشفت ايضا ان الرئيس منحت دول الجزائر الاخر ادم الناس اذنا بالرحيل عن الفريق بعبارة اخرى انه لم يعد مرغوب في بقائه ليس فقط والناس لفو دونور قالت ان حاكم زدادكا ايضا مسموح له بالرحيل وان رحيله يبقى اقرب الرغبة في تسريح الناس ليس سرا وقد تكلمت عن الامر في مناسبة عديدة في الاسبوعين الاخرين ادم يتعرض لضغط الرهيب لاجل الرحيل ويبدو انه سيفعل بالرغم من ان مصادر فرنسية قالت انه يرفض اللاعب في الخليج خوفا على مكانته في المنتخب كشف موقع توتو مركات واب الايطالي في تقرير حصري ان ادارة نادي دينامو زاقراب بطل كرواتيا اقتربت وبشدة من ضم الدول الجزائري في السنف الامال ولاعب بارادو ياسين تتراوي ادارة بارادو تعمل منذ اشهر عديدة على تسويق اللاعب ويبدو انها استقرت على الوجهة وستكون كرواتية وليست بلجيكية او عربية كما قيل سابقا الصحفة الكرواتية كشفت بدورها عن بعض التفاصيل حيث قالت ان ادارة بارادو طلبت بداية مليون اورو للتنازل عن اللاعب لكن ادارة دينامو لن تدفع عفوا سوى نصف مليون اورو وهو رقم يبدو جد ضعيف خاصة مقارنة مع مدة العقد والذي سيصل لخمس سنوات كاملة لغاية الفين او اربع سنوات لغاية الفين وسبعة وعشرين المهم لتتراوي الوصول لاوروبا والخروج من الجزائر ولو ان اللاعب في دور اقوى كان احسن وفي انتظار اتمام السفقة سيكون منوط به اثبات نفسه ولمالعب الانتقال بعد عام او عامين لدور كبير في اوروبا من يدري يبدو ان حبل الويد قد انقطع نهائيا بين اللاعب الجزائري محمد الامين طوغاي وبين ادارة ناديه الترجي فبعد الاخبار التي تكلمت عن رحيله او بصورة ادق تسريحه بسبب محدودية مستوى ها هي الصحفة تونسية تطلعنا على فصل جديد في الخلاف طوغاي ولغاية يوم امس الخميس يرفض الالتحاق بتدريبات فريقه تحذيرا للموسم المقبل التقارير التونسية كشفت ان التراجي التونسي بدأ تدريباته منذ ثمان ايام كاملة وقد رسلت الادارة طوغاي من اجل الحضور لكن اللاعب الجزائري لم يرد عليهم ووصل قضاء عطلته بعض المصادر كشفت ان طوغاي يقوم بذلك لانه يرفض العودة من الاساس وهو الذي يكون قد قرر اللعب في وجهة اخرى ومتبقي من عقد الجزائري موسم واحد طوغاي يريد شرع عقده واللعب في الخليج لكن ادارة التراجي ترفض على ما يبدو العلاقة ليست ودية بالمرة بين الطرفين لكن برغم ذلك طوغاي مطالب بالالتحاق بتدريبات فريقه من اجل التواجد اساسيا في بداية الموسم وهذا للتواجد في تربص الخضر شهر سبتمبر لان غيابه لن يكون ابدا في صالحه خابنا دينيس الفرنسي اليوم الجمعة اول لقاء ودي تحضيري للموسم المقبل اللقاء جمعه بنادي لوزان سويسري وانتهى بصورة مفاجئة بخسارة رفقة المتعلق الجزائري بدر الدين بوعناني بثلاث اهداف كاملة مقابل هدف وحيد اللقاء عرف مشاركة التلاث الجزائري عطال بوداوي وبوعناني كاساسيين ولعب الشوط الأول الذي انتهى بثلاثية نظيفة قبل ان يتركوا مكانهم بين الشوطين اللقاء يبقى لقاء ودي لكن على الثلاث الجزائري وايضا بولندي تقديم اكبر المستويات في فترة التحذيرات لانها السبيل الوحيد لضمان مكان اساسي في بداية الموسم الى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي ان شاء الله غدا ابقوا اوفيئة للقناة السلام عليكم اشتركوا في القناة وشanyak